لا تزال مكافحة الإرهاب تشكل مسألة ملحة في استراتيجية واشنطن الخاصة باليمن التي تتعامل مع تنظيم القاعدة كمصدر أولي مهدد للأمن الأمريكي هذا ما أفصحت عنه اللقاءات التي عقدها السفير الأمريكي لدى اليمن السيفين فاجن برئيس وأعضاء مجلس القيادة الأيام الماضية والتي ركزت مجملها على كيفية مواجهة الإرهاب وناقشت تفاصيلها الرفع مستوى التنسيق لمواجهة مخاطره أتى اللقاء الأمريكي اليمني بعد زيارة نفذها السفير الأمريكي لمحافظة حضر موت في السابع والعشرين من يونيو الفين واثنين وعشرين التقى فيها بمسؤولين محليين لمناقشة تحديات الجهود المبذولة لتوفير مساحة لعملية السلام وفق تغريدة السفارة الأمريكية تأتي هذه التطورات مع اتهام الحكومة ميليشيا الحوثي بالتخادم مع التنظيمات الإرهابية في إشارة للقاعدة وتلاتهام خلال لقاء أمني عقدته الحكومة حول العمليات التي استهدفت مدينة عدن وأكد اللقاء الضرورة مواجهات المخططات الإرهابية في مناطق الحكومة ودعم الحملة العسكرية التي نظمتها ضد تنظيم القاعدة في أبيان تتقارب الرؤيتان اليمنية والأمريكية في النظر إلى خطورة تنظيم القاعدة وأهمية مواجهة أعماله الإرهابية إلا أن واشنطن وعدا لا تبدوان متفقتين حول ميليشيا الحوثي حيث تعتبرها الحكومة متخادمة مع تنظيم القاعدة بينما ترى واشنطن الحوثيين ككيان سياسي معرقل لعملية السلام وهو ما يضع الحكومة أمام معضلة تقديم التنازلات المجانية للحوثيين الذين تتهمهم بالوقوف خلف الكثير من الأعمال الإرهابية باليمن ترجمة نانسي قنقر